حضرتكم كمان متابعين أن مصر لم تتوقف أبدا على أنها تكون جزء من هذا العالم كلنا شاهدنا في شرم الشيخ كاب 27 اللي أكد على اهتمام مصر أيضا بالتغير المناخي وأن العالم يعيش في بيئة نظيفة أو كمان أنه يعيش في بيئة صحية أكد كمان سيد الرئيس أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبب الموجهات التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ وأشار السيد الرئيس إلى أن مصر استضافت قمة كاب 27 واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لموجهاتها كلنا عارفين أنه في كاب 27 من أهم ونجاح كاب 27 هو أيضا تقديم التمويل الخاص بالتغير المناخي خاصة بالنسبة للدول النامية وتحديدا أيضا بالنسبة لقارة إفريقيا اللي هي أكثر تضرورا في العالم نستمع إلى جزء آخر من كلمة سيد الرئيس الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد للأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما ما كنا من مجابة التحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعا لم نكن المتسبب الرئيس فيها ولكن نحن الأكثر تضرورا منها في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي كاب 27 في نوفمبر الماضي وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير على النص ولكن أعايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنترحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي